موسيقى طبت أوقاتكم يحذر رئيس صيني سي جينبين قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقدة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا خلال يومي الجمعة والسبت وقبل هذا الحدث التقى الرئيس شي نظرأه من تسع دول إفريقية دعيا إلى المزيد من التبادل والتعاون مع هذه الدول تعهد الرئيس الصيني شي جينبين لرئيس توغو بدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وقال إن الصين ستشجع وستدعم شركاتها في استثمار وتطوير الأعمال في توغو وخلال لقائه مع نظيره الغني قال شي إن الصين ستساعد دول غرب أفريقيا التي تعاني من تفشي وباء إيبولا على تقوية الأنظمة الصحية العامة وخلال لقائه مع نظيره جيبوتي قال شي إن الصين ترحب بمشاركة جيبوتي في تطوير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين الذي طرحته بكين مضيفا أن صين مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع جيبوتي في مختلف المجالات وفي محادثاته مع الرئيس الغني قال شي إنه يجب على البلدين دعم بعضهم البعض بحزم وحماية مصالحهم المشتركة وتعزيز التعاون متبادل المنفعة وكان التعاون المربح لجانبي أيضا موضوع المحادثات بين الرئيس شي والرئيس الأنجلي ودعا شي جن بن إلى تعزيز التوجه السياسي والحفاظ على الزخم القوي من التبادلات رفيعة المستوى وتعاهد الرئيس الصيني بمزيد من التعاون مع مالي في الشؤون الدولية خلال لقائه مع رئيس مالي وقال شي جن بن إن الصين ستشارك بنشاط في عملية حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي وفي لقائه مع الرئيس الجابوني دعا شي أيضا للمزيد من التعاون بين البلدين في تعزيز بناء القدرة على الانتاج والزراعة وقال شي في لقائه مع نظره المزنبيقي إنه يتعين على كلا الدولتين توسيع التبادلات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة وفي لقائه مع الرئيس الكيني دعا شي إلى توثيق التواصل الرسمي في القضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك إجراءات لمواجهة تغير المناخ وأيضا أيضا دورا أكبر لكينيا في الهفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة قال رئيس الصيني سي جينبين خلال مأدوبة الترحيب التي حضرها مع قادة القارة السمراء قال إن الصين والدول الإفريقية تتقاسم الثقة السياسية وإن اقتصادتهم تحقق التكامل وقد تعهد سي جينبين بالبناء على هذه المزايا في العلاقات لتحقيق مزيد من تعاون المثمر التقى الرئيس الصيني شي جينبين بالعشرات من القادة الأفارقة قبيل حضوره القمة المقرر عقدها اليوم الجمعة وقال شي إن أفريقيا ليست قارة ذات تاريخ عريق فحسب بل إنها تملك مستقبلا مشرقا أيضا مضيفا أن التجارب التاريخية المماثلة والتطلعات المشتركة للتنمية بين الجانبين توفر عوامل جذب طبيعية بين الشعب الصيني وشعوب أفريقيا ولفت الرئيس شي إلى أن هناك مسؤولية مشتركة يطلع بتحمل أعبائها الجانبان للحفاظ على صداقتهما وتقويتها وأن شعبي الصين وأفريقيا يشتهدان من أجل تحقيق أحلامهم وأن للجانبين استراتيجيات تنموية على قدر عالم من الانسجام ولديهم الحاجة والموارد اللازمة لتوسيع التعامل من أجل التنمية المشتركة ودعا الرئيس الصيني العمل مفهوم الترجمة والتحويل في العلاقات حيث تترجم الصداقة بينهما إلى قوة دفع جديدة للسعي من أجل التنمية المستقبلية وتحويل الموارد الطبيعي والبشرية التي تختني بها أفريقيا وتسخيرها لتعزيز النمو الاقتصادي من جهته قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما أن أفريقيا والصين تملكان علاقات شراكة استراتيجية وفريدة من نوعها ويعمل منتد التعاون الصيني الأفريقي على ترقية هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أعلى وحفر قادة المشاركين على بذ الجهود لإنجاح القمة وتعزيز العمل من أجل تعميق التعاون الصيني الأفريقي في المستقبل عقد الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا يوم أمس الخميس وقد حضر الاجتماع وزير الخارجية الصيني واني ووزير التجارة الصيني جاو خوتشون ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأفريقية ومسؤولها عن التجارة الخارجية وشؤون الاقتصادية فضلا عن ممثلين لمفوضية الاتحاد الأفريقي قال وزير الخارجية الصيني واني في خطابه إن قمة جوهانسبرغ للتعاون الصيني الأفريقي المقرر عقدها خلال يومي الجمعة والسبت هي القمة الثانية بين الصين وأفريقيا بعد قمة بكين التي عقدت في عام 2006 وسيركز قادة الجانبين على موضوع تقدم الصين وأفريقيا معاً التعاون القائم على منفعة الجانبين من أجل التنمية المشتركة لإجراء محادثات حول تعزيز الصداقة والتعاون والتنمية بين الجانبين في الوقت نفسه قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ميتي نكوانا ما شبان في كلمتها إن منتدى التعاون الصيني الأفريقي لا يغطي المجال الاقتصادية فحسب بل يشمل السلامة والأمنة والموارد البشرية وغيرها من المجالات الهامة في أفريقيا وأشرت إلى أن أفريقيا أخذت في الارتفاع ويأمل جانب الأفريقي في أن يقدم الجانب الصيني المزيد من المساعدات في مجالات التصنيع والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكفاءات وغيرها من المجالات إضافة إلى دعم أفريقيا لمواجهة تحديات التنمية وتحقيق أجندة أفريقيا لعام 1963 مضيفة أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي ومن شأن قمة جوهانسبرغ أن تدفع التعاون الصيني الأفريقي وأن تجلب منافع لشعبي جانبين لافتة إلى أن العلاقات بين الجانبين ستدخل عصرا ذهبيا جدير بالذكر أن الاجتماع قد راجع ووافق على جدول أعمال قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي فضلا عن إعلان قمة جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي والمشروع المشترك بين الصين وأفريقيا لخطة عمل جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بين عامي 2016 و2018 أهلا بكم مجددا نفذت أربع مقاتلات حربية بريطانية من طراز ترنيدو أمس الخميس أولى الغارات الجوية على أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عقب موافقة البرلمان البريطاني على خطة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون القضية بتوسيع العمل العسكري ليشمل سوريا وكانت المقاتلات التابعة لسلاح الجو الملكي قد انطلقت من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص ونفذت غارات على ستة أهداف في حقل نفطي شرق سوريا يخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وفي وقت لاحق من أمس الخميس وصلت عدة مقاتلات أرسلها سلاح الجو البريطاني إلى قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص هذا وقد وفق مجلس العموم البريطاني يوم الأربع على تنفيذ غارات ضد أهداف تدعى لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية توصل التوتر بين الجانبين وقال رئيس التركي رجب طيب أردغا نمس الخميس إن تركيا تمتلك إثباتات على مشاركة روسيا في تهريب النفط الخام مع تنظيم الدولة الإسلامية وقبل ذلك بيوم كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أحدث الأدلة على مشاركة تركيا أيضا في تجارة النفط مع تنظيم داعش قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان في خطاب متلفز إن روسيا تورطت في تهريب النفط الخام مع تنظيم الدولة الإسلامية متاهما رجل الأعمال السورية جورج حسواني الذي يحمل جواز سفر روسي بشراء النفط الخام من تنظيم الدولة الإسلامية ثم القيام ببيعه إلى الحكومة السورية والمشترين الدوليين الآخرين في الوقت نفسه اتهم إردغان كيرسان إيلو ميغينوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وهو مواطن روسي بالتورط في تجارة النفط غير المشروعة مع تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا أنه سيكشف عن الأدلة للعالم في نفس الوقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي أنه تم تهريب النفط الذي يستخرجه تنظيم الدولة الإسلامية من الحقول السورية إلى تركيا من ثلاثة خطوط كما أظهرت روسيا لقطات فيديو قالت إنها تظهر شاحنات النفط غير المشروعة وتم التقاطها يوم الثالث عشر والسادس عشر من الشهر الماضي في المناطق الحدودية التركية السورية وقالت روسيا أن الأموال التي كسبت تركيا من تجارة النفط غير المشروعة عاد بعضها إلى سوريا عن طريق شراء الأسلحة والذخائر وغيرها من الأسليب المختلفة أما بعضها الآخر فحصل عليه كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الأتراك وكان نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أناتونوف قد اتهم الرئيس التركي وأسرته بالتورط في تجارة النفط بشكل مباشر وردا على تلك الاتهامات قال الرئيس التركي إردوغان إنه على استعداد للاستقالة إذا تمكنت روسيا من إثبات مزاعمها في مقابل استقالة بوتين من منصبه في حال لم يتمكن من إثبات تلك الاتهامات شددت رئيسة فريق الأمم المتحدة المشاركة بشأن تغير المناخ على أهمية خفط درجات الحرارة العالمية المرتفعة وأوجزت العواقب المترتبة على بقاء المناخ العالمي أكثر دفئا إن هدف خفط درجتين مئويتين هو قيار سياسي ولم يكره علماء مطلقة ويبين تقارير أخيل بوضوحي أن حجم ظاهرة الاحتباس سوف ينجم أما قاطر الشديدة واسع الانتشار وحيان أثار لا يمكن محوها أو تكيف معها وفيما يتعلق بهدف الدرجة ونصف الدرجة إلى الدرجتين أود أن أدرب مثلين عن العواقب طويل أمد الأول هو بنسبة لشعاب ميرجانية وما تمثله هذه الشعاب من نظام أيكولوجي تعريف على وشل تحديد أما الثاني فيتمثل بمقاطر طويل الأجل المتعلقة بالزعزة استقرار قطاع الجريد وارتفاع مستوى سطح البهر يعمل المفاوضون على مشروع قرار تكتنفه العديد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين عليهم تسويتها وأكبر العقبات تتمثل في إنفاق المبالغ الطائلة من الأموال التي تعد بمليارات الدولارات وتحتاجها الدول النامية للتحول من الوقود الإحفوري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ إن قمة مناخ باريس مطالبة بأن تكون نتائجها وقراراتها هي الأقوى من أي وقت مضى بهدف دفع الدول الغنية والفقيرة على حد سواء للعمل على الحد من انبعافات الغازات وخفض الاحتباس الحراري ختم هذا العدد الإخباري المزيد من التفاصيل تجدونها كالمعتاد على موقعنا الإلكتروني cctv.com كما يمكنكم متابعة بثنا الحي وبقية برامجنا على نفس الموقع دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر